اصدر النائب العام الدكتور علي بالفضل البعينين قرارا بانشاء وحدة متخصصة بمسمى وحدة جرائم المخدرات تتبع نيابة محافظة المحرق وتتكون من عدد كاف من عضاء نيابة العامة لتختص بالتحقيق والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وما يرتبط بها من جرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة نعم ويأتي ذلك في اطار تحديث الهيكل التنظيمي للنيابة العامة بغرض ايجاد التخصص الدقيق في التحقيق والتصرف في نوعيات الجرائم ذات الخطورة الجنائية والاجتماعية والاقتصادية وبهدف ضمان الملاحقة القضائية في الداخل والخارج ولتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة تلك الجرائم كما ناطى النائب العام بوحدة جرائم المخدرات التنسيق مع النيابات الاخرى ونيابة تنفيذ الاحكام ومكتب التعاون الدولي وحقوق الانسان لتعميم اوامر القفض دوليا ولاتخاذ الاجراءات المرسومة في القانون والاتفاقيات الدولية لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الانابات القضائية وكذلك لتتبع وضبط التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات الجرائم اشتركوا في القناة